السلام عليكم سوف نحضر معكم اليوم كأب وصديق لأنه الكثير من الأشخاص الذين لديهم الوليدات وخاصة الذين لديهم دار صغير للجميع ويجب أن يقرأ ويجتهد ويجب أن نعز مزيان يجب أن يتمارين ويعون في الدار جوانا أعجب أن ي pinch الوديد على صغير لأنهم رهوفون ويجب أن تقترون πολύ منهم ويجب أن اتضارون dentro المرة ويجب أن نحسوا بأننا في الدار قوة ويجب أن تقتروا بتناه ويجب أن تنجل التنبسي مع مرتي أو عن بصدق الخوط أو تخيص التلفلاح ويجب أن تقتروا فيهم ويجب أن يجب أن نحوال الحجر ليس النقمة ولكن النعمة لأنه هذه فرصتنا لأنه رأى فقدنا بزارة الحوائج فقدنا الخصوصيات دينا مع العالم كله قرية صغيرة وهذا الانترنت ومبقيناش فينا هي الاحترام فينا الخصوصيات دينا النظافة الصلال الاحترام دي الإنسان الكبير التضامن هذه الحوائجات دينا نقناش كنشوفهم ماشي غريب إلا جاء والدك ولا بنتك ولا ولدي ولا بنتي وقدروا معي وقلوا يلا رأينا نفكرهم من انتكبر ربما سنضعوك في دار العجزة لأنه هذا الشيء يرى عند الغرب ومنسبة له هذا الشيء يديرون رأى مزيان ومعروف الذي الناس لم يوصلوا له حتى تقدموا بالعكس نحن نرى في أنه غير بسبانيا أكثر من 5500 دار العجزة التي كانوا بقوا فيها مساكن هذه العجزة بوحدهم هربوا وتعادوا الناس المقابلينهم حتى يتقافوا من الوباء لكننا لا نستطيع أن نفعل هذا الشيء لأننا نحن نكون أرحم بالوالدين دينا مننا لا يطولها مرهوم ويخليهم لنا ونفس القادية إذا شاهدوا أن أولادنا كان يديرون مع والدنا هكذا يخصهم يديرون معنا نفس القادية ليس غريب أنه إذا شاهدت أن ولدي وابنتي لا يقوم بأمن بمؤسسات الجوائج لأنه يقوموا يرى هذا الشيء في الأفلام ويصبح الخيانة ويصبح شيء عادي بالعكس يقول لك أنا لا نزوج أنا أتبعني يطلقوا يتبعوني مشاكل هذه فرصتنا فين نعود ونصلحوا وقاعد شليفات لأننا فرطنا معهم تلهينا مع التفاهد دي العالم كامل والعالم كله تلها ولكن جاءت هذه الفرصة والحمد لله أن الله أرحمنا ادخلنا باش نصلحون قد ورقتنا قبل ما يستمر هذا العالم ونخذيوليهم عالم أحسن شكرا أنكم سمعتوا هذه الفضفاضة ديالي ومرة أخرى قبل ما انتواعد معكم كنقول لكم ما تنسوش عفاكم الكمامات لأنهم مش غير مفرودين ولكن كي يحميونها من الوباء وكي جنبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل دير سبا والكمان على الله شكرا تحياتي شكرا